الحكومة التشادية تترقب عن كثب الوضع وحالة الموظفين مع النقابات العمالية وعدم حضورهم للعمل بضعة شهور على هذه الأشهر على الرغم من أن النقابات العمالية وتعهداتها مع الحكومة لا زالت تدخل العمال في مأزق حقيقي وهذه التصرفات غير واقعية ولا يمكن تحملها وهذه الطريقة التي تبنتها النقابات تقليدية ومتعصبة للتعبير عن عدم رضاها وأننا نعلم أن هناك جمعيات اتخذت هذه الطريقة كآداء لضرب عمل الحكومة وتجعلها أمام حالة اجتماعية كما أن الاتفاقية المبرمة في الرابع عشر من مارس من هذا العام بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين وأمام هذه الطريقة المغلقة فإن الحكومة قد اتخذت كل الإجراءات لأجل تنظيم كل الامتحانات والمسابقات لنهاية هذا العام وفي نفس الإطار الحكومة تواصل وتحترم كل تعهداتها التي تبنتها مع الشركاء الاجتماعيين خاصة بما يتعلق برواتب العمال على الرغم من حسن نية الحكومة في الحوار وعملة الإصلاح المؤسسي تزامنا مع الجمهورية الرابعة وفتح أبوابها للتباحث مع المنظمات النقابية لوضع لجنة مشتركة لتستجيب لمطالب النقابية وأمام هذه الحالة فإن الحكومة تخطر الرأي العام الوطني باتخاذها والعمل على التطبيق الفوري للإجراءات التشريعية الموقع عليها حول الحق في الإضرابة ولكن ابتداء من يوم الأربعاء الرابع من يوليو لعام 2018 القانون رقم 023 رئاسة الجمهورية 2016 30 من ديسمبر الصادر بتاريخ 2016 يطبق على كل الإجراءات من ناحية أخرى فإن الحكومة تتعهد بمتابعة الإجراءات للتطهير مستندات عمال الدولة وذلك بهدف الاستقرار الاجتماعي فإن الحكومة تظل مستعدة ومنفتحة للحوار الجاد والهادف الوطني باتخاذ الوطني باتخاذ الوطني